الكلمة السامية طريق لمسيرة العمل العربي المشترك لتحقيق مستقبل واعد للأمة العربية وبعبرة بوضوح عن الموقف الثابت تجاه مختلف القضايا تنعقد قمتنا العربية اليوم واستظروف إقليمية وجولية بالقة التعقيد من حروب مدمرة ومآس إنسانية مؤلمة وتهديدات تمس أمتنا في هويتها وأمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها هكذا استهل جلالة الملك المعظم كلمته السامية خلال رئاسة جلالته اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدورته الثالثة والثلاثين قمة البحرين هذه الكلمة السامية التي جاءت جامعة وراسمة بالأمل والعزم مستقبل مشرق للأمة العربية ومسلطة الضوء على رؤية شاملة لتحقيق السلام والتنمية والتكامل العربي ومعبرة عن الموقف الواضح تجاه مختلف القضايا وإذا نجتمع اليوم من أجل فلسطين فإننا لن نؤكد بأن مصلحة شعبها يرتكز على وحدة صفة كهدف منشوت لا حياد عنه وستظل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي لهذه الوحدة ومن دون شك فإن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سيأتي بالخير على الجوار العربي بأكملة ليتجاوز أزماتها ولتلاقى الأياد من أجل البناء التنموي المتصاعد دعما للأشقاء الفلسطينيين جميعا ولأن القضية الفلسطينية القضية المحورية وجراء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إنكار لحقوقه الشرعية أكد ملك البلاد المعظم في هذا الصدد الحاجة الملحة لبلورة موقف عربي ودولي مشترك وعاجل يعتمد طريق التحاور والتضامن الجماعي لوقف نسف الحروب وإحلال السلام النهائي والعادل ويتزامن اجتماعنا هذا مع احتفاء الإسرة الدولية باليوم العالمي للعيش معا بسلام ولتجسيد هذه القيمة الحضارية وتحويلها لواقع نعاصرة ونعايشة فيجب أولا التوافق على اعتماد خيار السلام كخيار استراتيجي لا قناعا لصون مسيرتنا الإنسانية وتأمين وصولها لقدها المشرق ولا تخلو خطابات العاهل المعظم من التركيز على مسألة تحقيق السلام لذا أشار جلالته في كلمته السامية إلى عدد من المبادرات لاستقرار المنطقة وتنميتها وهي الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط ودعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها في الأمم المتحدة ومقترح خاص بتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة ومبادرة تهتم بتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقامي متطلعا جلالته إلى تحقيق جميع المبادرات من خلال قنوات العمل العربي المشترك وشراكاته الدولية جلالة الملك المعظم شدد على ضرورة استمرار التنسيق والعمل العربي المشترك من أجل تحقيق الأمان والتنمية الشاملة وتأسيس حاضر مزدهر ومستقبل مشرق للأجيال القادمة